أكد الرئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أقصى اهتمام بتشغيل المعهد القومي الجديد للأورام بشيخ زايد مستشفى 500-500 أكد مدبولي خلال اقتماع لمتابعة استعدادات تشغيل المعهد القومي الجديد للأورام أن المستشفى يعد إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر ووجه مدبولي بضرورة الحفاظ على الاستثمارات التي أنفقت في هذا الصرح الطبي الكبير مع ضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية موجها بضرورة توفير شركات مع كيانات عالمية متخصصة في تشغيل المنشآت الصحية الكبرى